السيدات والسادة أصعد اللهم سألكم لكل الخير أهلا وسهلا بحضراتكم في حصاد الليلة هنكون معاكم من دلوقتي لحد الساعة عشر بالليل بإذن الله نتمنى النهاردة الحلقة تكون مفيدة وخفيفة وتستمتعوا بما بها من فقرات وتستفيدوا منها يمكن أنا عايز أتكلم في موضوع مهم جدا وناخد بالنا منه الموضوع إحنا بقالنا يومين بنفرد له مساحة على شاشة مصر الزراعية الأرصاد الجوية كلها أكدت لحد دلوقتي والله أعلم زي ما بنقول دايما في هذا الموضوع إن الأيام اللي جاية هتشهد فترة مضطربة جدا وحيحصل فيها أنواق وحيحصل فيها رياح شديدة السرعة وحتكون محملة بالأتربة مع احتمال سقوط كميات كبيرة جدا من الأمطار طبعا أنا كل ده بقول والله أعلم لكن أنا بتكلم بأسلوب علمي أو باعتمد على تقارير الخبراء في هذا المجال طبعا إحنا يمكن نبارح اتكلمنا في هذا الموضوع وقلنا تحذيرات مهمة جدا في هذه الفترة وقلنا يعني أن في بعض النباتات هتكون محتاجة سئية وفي بعض النباتات مش هتكون محتاجة سئية واتكلمنا نبارح في موضوع رقاد القمح في هذه المرحلة الحرجة جدا من نمو نبات القمح وقلنا بلاش الرأي في الفترة اللي جاية بلاش الرأي خالص عشان احتمال في الأمطار هتكون شديدة والرياح تكون شديدة فده حيعرضنا لظاهرة زي الرقاد اتكلمنا كمان في مشاكل الأعفان الفطرية أو مشاكل الفطريات والبكتيريا اللي ممكن تواجهنا اتكلمنا أيضا أن في ظل الارتفاع على رجال الحرارة ده يعني دي بتكون بيئة مميزة جدا لظهور بعض الحشرات والأكروسات زي العناكب وما إلى ذلك يعني التحذيرات الزراعية اعتقد يعني اخواننا الفلاحين ما شاء الله عليهم أقدم فلاحين في التاريخ كله يعني فلاحين من سبع تلاف سنة أقدم فلاحوا أكثرهم خبرة هو عارف حيتصرف إزاي لكن وجب التنويه لكل الناس طيب نتكلم بقى للناس اللي هم مش متخصصة في مجال الزراعة ونقول كمان بإذن الله من المحتمل يوارب تكون أمطار خير يوم 12 مارس 2020 قد يتحول الأمر إلى عاصفة ترابية شديدة قد تمام لكن ده المتوقع من أهل الخبرة في هذا المجال تصل فيها سرعات الرياح إلى أكثر من 70 كيلو متر في الساعة وكميات الأمطار تتعدى من 15 ل20 ملي متر وده يعني طبعا دي كمية كبيرة للناس اللي فهمها الموضوع يعني دي كمية كبيرة من الأمطار وستكون مطروح والسحل الشمالي بخصوصا بالخصوص في وسط هذه المعمعة الكبرى أو هذا يعني التغير الشديد في المناخ هذا الإنذار طبعا بيتطلب اتخاذ إجراءات لازمة من الجهات المختصة وأعتقد أن الجهات المختصة في علاءة أهبة الاستعداد وإحنا عاملين حسابنا جدا لمثل هذه يعني الأشياء مسبقا لأن طبعا المناخ بيحذر بقاله فترة وطبعا في كميات كبيرة من الأمطار احتمال ارتفاعات متوقعة في منسوب المياه في الأودية وتجمعات المياه في الطرق وتجهيز الإصلاحات يعني لهذا الموضوع إن شاء الله طبعا أنا عندي ثقة في أن كل الأجهزة بتاعتنا قامت بدورها في هذا الموضوع لكن كلامنا النهاردة للجمهور كمان ده شيء مهم يعني عايزين أن نبقى فاهمين أن حوله بلاش التنقلات في يومين الخميس والجمعة ناخد الاحتياطات بتاعة الرياح الناس اللي عندها حساسية تاخد بالها الناس اللي هي عندها حساسية بتاخد أدوات حساسية مسبقا أو بتستخدم مناديل مبللة بتضعها على منطقة الأنف طبعا البعد عن الكورنيش يعني أهلنا وحبايبنا في اسكندرية وفي الإسماعيلية وفي المدن السحلية حاول نبعد عن الكورنيش لأن ارتفاع الموج ممكن يغطي أي شيء وأعتقد ده ممكن يعني لو ما خدناش بدنا يسبب حوادث وخصوصا على الكورنيش اسكندرية لأنه واسع شوية والعربات بتجري فيه كتير يعني نحاول نبعد تماما عن الأعمدة الكهربائية اللي ممكن نكون فيها سلك يعني متعري أو سلك مثلا باين نحاول نبعد عن العمود ده بلاش نلمس العمدان بتاعت الكهرباء في وقت الأمطار تجلب الوقوف تحت البلاكونات الأديمة والمباني يعني اللي انهيار أو اللوح الإعلانات اللي حضاتكم شايفينها شوية ميلة أو متلخلعة كده أو مش في مكانها يعني بنقول برضو ربنا يكتب لنا السلامة وربنا يجعل هذه الأمطار أمطار خير يا رب وصيبا نافعا بإذن الله يعني بنقول إن اللي ما عندوش حاجة يا ريت ما يخرجش فيه الخميس والجمعة اللي ما عندوش حاجة يعني اللي مش مضطر أفضل وصيلة للتنقل طبعا بننصح بيها أو بينصح بيها الخبراء في هذا المجال يعني طبعا هي موضوع القطار يعني هيكون أفضل شوية من موضوع العربيات وموضوع الميكروباسات نسأل الله السلامة ناخد بالنا بلاش تهور أرجوكم يعني صحيح اليومين دول في عربيات جديدة وعربيات قوية وعربيات قد تبدوا لنا يعني أنها ما بيحصلش فيها مشاكل لكن مع وجود الانزلاقات في الطرق مع وجود الأتربة النعمة مع الميا ده بيعمل طبقة مزفلاتة كده على الأرض يمكن كل الناس اللي بتسوق فاهماني إخوانا سواء إن أرجوكم يعني توخل يعني الحذر لأن حضراتكم ماشيين بكتل وعلوم الفيزياء في هذا المجال بتقول أن كل ما الكتلة بتزيد والارتفاع بيزيد ده بيقلل يعني قدرتك على السيطرة على المركبة حتى وإن كانت المركبة سليمة يعني حتى إن كانت اللوري بتاعك أو الشاحنة بتاعتك أو المقطورة بتاعتك سليمة وإنت متأجد أن كل أجزائها سليمة ولكن مثل هذه الظروف الرياح الشديدة مع الأمطار مع الطبقة المزحلقة في الأرض يعني نمشي أقل من السرعة المطلوبة كمان نشغل نتأكد كمان من إن إحنا كل الأضواء بتاعت السيارات بتاعتنا سليمة الإشارات سليمة الفلاشر سليم الأضواء سليمة وشيء مهم جدا أن ناخد بدلة منه في الفترة اللي جاية أرجوكم اللي مش عامل كده ينزل يعمل كده فورا موضوع المساحات فيه ناس بتتخيل أنها نوع من أنواع الرفاهية يعني عشان نشوف أحسن لا المساحات من غيرها ممكن تعمل حدثة مركبة في ظروف الأمطار لأنها في أمطار توصلك لدرجة أنك مش حتشوف حاجة خالص نهائيا تأكدوا من المساحات سلامة المساحات والمساحات يكون فيها ميا مش بس مساحات شغالة لا الميا لأن أحيانا الأمطار بتخلي العربية القدامك بترش على الإزاز بتاع عربية تقطينة أو أتربع أنت بحتاج الميا عشان تنظف وتشوف الموضوع مش رفاهية تأكدوا أن الكويتش بتاعكم بحالة جيدة تأكدوا من حالة المحركات بتاعتكم السيارات اللي هي ممكن تتعرض لأعطال إذا نزلت في أودية أو نزلت في مناطق فيها بيرك ولا ميا يعني حاول نتوخى الحذر مش يوم يعني لو ما فيش حاجة ضروري يعني يريد نلتزم البيوت طبعا الناس اللي هي مسافرة نعايز نتكلم في الموضوع ده مهم جدا الناس اللي هي وراها مطارات والناس اللي هي وراها مثلا طيارة واللي عايز يلحق مطار أو اللي عايز يلحق معادة عملية جراحية أو معادة مهم يعني يحجز أطرات من بدري يعني حيكون طريقة أو وسيلة آمنة جدا للتنقل في هذه الظروف ونعمل حسابنا في فترة كافية لأن احنا احتمال نتعطل أنا مش عايز أهول الموضوع ولا أكبره أنا بس بدي الموضوع يعني أد حجمه بالزبط لأن احنا لازم نكون فاهمين وده دورنا وده دورنا كمان احنا نوضح للمزارع إن الحالة الجوية دي هو طبعا شاطر وعارف حيتصرف فيها إزاي المقاومة خير من العلاج يعني مثل هذه الظروف على طول بيتبعها على طول بقى مطاهرات فطرية ومركبات نحاس يعني انتوا شطار انتوا فاهمين أحسن مني أنا مش متخصص أنا يمكن بأتكلم مع حضراتكم بس بالخبرة اللي اكتسبتها منكم يا فلاحين مصر لما انزلت وتشرفت وتصورت وسورت برامجي وسط حضراتكم واكتسبت منكم خبرة كبيرة